أكثر مكان يأخذ حيزاً كبير من زيارتك إليه وأكثر من أي مكان آخر ولم تكن المستشفى قبل كورونا في العراق شبيهة حالها في دول أخرى إنما جرح الشعب النازف من جرائم وقتل وأمراض لا يجد الفقير حلاً لها سوى سرير الشفاء ومع كورونا القاتل باته والمقصد الأول وقد يكون الأخير قبل الرحيل كورونا فتح الطريق على الفطر الأسود الذي كان العراقيون يتنقبونه بحذر وخوف لكنه دخل برعبه المميت وقلعه للعيون تفادياً للموت فلم فر للسلامة منه إلا بإصابة تفقدك عيناً أو تفقدك روحاً يدخل الفطر الأسود العراق بخطر الموت إذ راح ضحيته مواطنان حتى الآن ويعرف أيضاً باسم فطار الغشاء المخاطي عدوى فطرية تصيب الجيوب أو الدماغ أو الرئتين ويحدث عند بعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يقول الأطباء إن بعض الأدوية وبروتوكولات العلاج الخاصة بكوفيد تسعة عشر تساهم في إضعاف مناعة الجسم مثل الاستخدام المكثف للكورتيزون مستجد بات يؤرق العراقيين جميعاً ما يلزم اتخاذ حلول عاجلة جداً على رأسها الحصول على لقاح كورونا بنسبة كبيرة وعاجلة تفادياً لتداعية الإصابة بالفيروس التاجي الذي أضر بالاقتصاد والحياة الاجتماعية والأهم من كل هذا الصحة رأس مال العراقي أو ما تبقى منه على قيد الحياة ترجمة نانسي قنقر